تماشيا مع مدة الصوم الطويلة وتقليلا لساعات العمل أسوة بالدول الأخرى طالب تسعة وثلاثون نائبا من الحكومة العمل على إعادة العمل بالتوقيت الشتوي في بداية شهر تموز القادم وحتى نهاية شهر رمضان مواطنون أيدوا مطالب النواب لما يخفف عليهم من ساعات العمل وخاصة الموظفين أنا بأي صراح من رجعوا التوقيت الشتوي أفضل يعني التوقيت الشتوي أفضل من الصيف بكثير يعني حتى يرجعواها ساعة لورا يعني صاروا نتأخر حتى عن الدوام عن أشياء كثير صراحة يعني فأنا مع أنهم يرجعوا التوقيت الشتوي والله أنا مع أنهم يترجع التوقيت الشتوي بالنسبة للطلاب بالنسبة للموظفين بيفيدهم يعني يقدروا يرجعوا قبل أذان المغرب بأريحية بيكون وقت تعرف بيصير أزمة مواصلات كثيرة برمضان وأزمة كبيرة هذا أنا معي يعني ليب معي هذا التوجه من صالح المواطن نعم ممكن فيه دين الموظفين أكيد طبعا بسين الموظفين روحوا بدري وعشان الدنيا بتعرف شهر رمضان والجوحان بكونوا مصريش فالكل برجع البيت بتريح السيد العزيز يعني من ناحية دينية ما فيه مشكلة ودين الإسلام دين يسر من ناحية اجتماعية أفضل أقوم بواجبات الاجتماعية العزايم طبعا وبتعرف صلاة التروية عم تكون متأخرة فتيسير على المسلمين وعمر المسلمين يعني ما فيه أي مشكلة من ناحية اجتماعية ولا من ناحية دينية أتوقع لكن البعض الآخر رأى أن تغيير التوقيت غير مناسب وإبقاء الوقت كما هو عليه أفضل لإعتيادهم عليه لا أفضل يظل زي ما هي التوقيت الأفضل يظل زي ما هو ما خاص لا يغير ويبدل ويغيروا زي ما هو زي ما هو أحسن وأفضل لا مش معاه لأنه مش منطقي إحنا لسه بشهر سبعة وثمانية يعني أنه يرجع عشان رمضان لا مش شايفيته منطقي قد القرار أنه يرجع توقيت رمضان شتوي بالسبب أنه يكون الوقت والدوام بيصير أطعب شوية من إحنا الكشركات الصرافة بيصير علينا عباء أكتر يذكر أن الحكومة قررت من شهر أكتوبر للعام الماضي بتوحيد العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي والإبقاء على التوقيت الصيفي كما هو عليه طيلة أيام السنة وبشكل دائم دون أي تغيير حمد الفايز الحقيقة الدولية